رسالة في التوحيد للشيخ أبي منصور عبد الرحمن ابن محمد ابن حسن ابن هبة الله ابن عساكرة دمشقي المتوفى سنة 620 هجري قال الشيخ فخر الدين ابن عساكرة رحمه الله اعلم رشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم بأسره الهدوية والسفلية والعرش والكرسية والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما جميع الخلائق مقهورون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر في الخوق ولا شريك في الملك حجم الأيوم لا تأخذه سنة ولا نوم عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر وما تسقطو ممارقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عدده فعال لما يريد قادر على ما يشاء له الملك وله الغنى له العز والبقاء له الحكم والقضاء له الأسماء لحسنة لا يدافع لما قضى لا مانع لما آطى فعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم كل نعمة منه فضل كل نقمة منه عدل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال أتى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان لا يتقيض بالزمان ولا يتخصص بالمكان ولا يشغله شأن عن شأن ولا يلحقه وهم ولا يكتنفه عقبا ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف العقلي ولا تلحقه الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اشتركوا في القناة